مدينة السداء نيابة عن الشركة موكلة شركة إمال المقاولات سأتولى أولا سرد ملخص لوقاع النزاع القائم بين الطرفين ثم أعره لشرح الدفوع الإجرائي على حين يستكمل زمير مصطفى محمد سرد الدفوع الموضوعية والطلبات النهائية قد مثلت اليوم في محراب عهدكم وانا أحمل على عاتقي ثقل الحقيقة أعاني بانتقلها لكنها تستحق كل العنام قد سخرنا من الحق جل جلاله لرفع الظلم عن كل مظلوق فقد جئنا اليوم لاجئين إلى حسن عدالتكم لترفعوا عن الحقيقة الأستار التي تغفيها والغبار الذي يغطيها فدعونا نزيل سويا هذه الأستار ونمحو عنها هذا الغبار فكما تعلمنا من عدالتكم أن العقد للمتعاقدين شريعة وشرع وعنوان فبداية فإن سبب تواجدنا اليوم في محراب عدلكم هو تلقي الشركة موكلة شركة إنما للمقاولات طالبا للتحكيم من شركة مصارات لتجهيز الملاعب بالتاريخ الخامس والعشرون من أغسطس للعام 2023 وكان ذلك بناء على شرط التحكيم المدرج في العقل المبرمي بين الطرفين وحرصا منا على ثمين وقت عدالتكم فإننا نوجز وقائع الدعوة على النحو الآخر أولا الشركة موكلة شركة إنما للمقاولات هي شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة مسجلة في مملكة الصحراء وهي إحدى الشركات الرائدة في مشاريع البنية التحكيم